السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وحلقة جديدة على القناة في الحلقة دي نتكلم عن مصطلح او ما يسمى بال if and else ال if and else مصطلح يمكن اي حد على اي لغة برمجة يكون عد عليه او شافه او درسه او استخدمه او ما الى ذلك مصطلح موجود في كل لغات البرمجة تقريبا ومصطلح مهم وبنستخدمه استخدامات كتيرة جدا وبيوفر لي شروط معينة لو حصلت بقول له اعمل كذا ما حصلتش بقول له اعمل كذا الموضوع بكل بساطة غلينا نقول احنا عايزين ايه من الحلقة دي اولا لو انت متعرفش ال if وال else فانت مطلوب منك انك تفهم حاجتين تفهم ايه هي ال if وال else وايه وظيفتهم وتفهم ال structure بتاع ال if وال else في ال r حاجتين لو انت كنت خدت او درست لغة برمجة قبل كده وفاهم يعني ايه if وال else فانت مطلوب منك حاجة واحدة بس افهم ال structure بتاع ال if وال else بس ازاي بنطبع ال if وال else في ال r ده اللي احنا عايزين نفهم طيب الموضوع بكل بساطة حادتك رحت خبطت على باب صاحبك فتحت لك والدته او والده او ما الى ذلك قلت لها محمد موجود قالت لك لا او 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 هنا اللي مطلوب منك ايه اللي ممكن يحصل انا بقول if محمد موجود اندههولي بعد اذنك او اندههولي بعد اذنك else لو محمد مش موجود اتصل بيه هو ده ال if وال else بكل بساطة لو محمد موجود if محمد موجود اندههولي اللي هو ده الفعل اللي انت هتعمله لو الشرط اللي انت حطيته صح او لو الشرط اللي انت حطيته true او لو الشرط اللي انت حطيته توفر في ال data بتاعتك if محمد موجود true اندههولي طيب لو مش true هو false اتصلت بيه تعالى ناخد الكلام ده بشكل حقيقي اولا عايزين نفهم ال structure بتاع ال if وال else اول حاجة انا عندي if بديها condition معايا كوسين ما بين الكوسين دوا انا بقوله do something اعمل حاجة معينة لو true اعمل كزا هنا مكان اللي انا بعمل عليه دوا ده هو ده اللي انت هتقول ايه لو true اندههولي هنا هتقول اندههولي تمام انت قلت هنا if ال condition دي هتقول if محمد موجود تمام افتح كوسين تمام في الوسط هنا هتقول تعمل ايه اندهولي اللي هو موجود else لو مش موجود بقى لو الشرط ما تحققش برضو هتعمل حاجة هتقول لها مثلا او هتقول والده اتصل بيه فانت في حالتين هتعمل حاجة تمام فيه condition اللي هو الشرط اللي انت هتحطه if محمد موجود حلو اوه ازاي ناخد الكلام ده في الار خلينا نعمل variable نحط فيه value 5 ادي variable هو عبارة عن رقم 5 حلو انا هقول if خمسة اكبر من zero ده الكونديشن بتاعي ده الشرط بتاعي print هو ده الaction اللي انا هاخده print positive number لو الاكس اكبر من zero print positive number else لو الشرط ما تحققش والاكس مش اكبر من zero print negative number سهلة وبسيطة تعال نشوف ايه اللي هيتم ادي ال variable التاعي انت تتوقع ايه اللي طلعلك تتوقع طلعلك positive number لانه الاكس اكبر من الاكس اكبر من zero بالزبط هو قال لي اهو positive number انا ده بغيره على حسب انا عايز اللي يطلعلي انا ممكن اقوله return x عادي ممكن اقوله print x ممكن اقوله print positive number لو الشرط اتحقق اللي اللي هنا انت اللي بتتحكم فيه بس انت لازم تتعاني مع اللي هنا ده if و else في مصطلح تاني اسمه else if طبعا احنا في else if و if else وما عافش ايه فيه حاجة كتير قوي ولكن يمكن اهمهم if و else لو في يمتهم بقتل حاجات تبقى سهل انك تفهمها فانا مش هتكلم في كل حاجة انا هتكلم على if و else اللي احنا خلصناها خلاص واتكلم على else if انا مثلا هعمل variable اسمه x في vector الفيكتور ده فيه تلات حاجات كلمة اسمها r وكلمة اسمها programming وكلمة اسمها course فهرن the x ده هبدأ اسأله حاجات هقوله if كلمة course in العلمتين اللي هما نزل مقاوية جوها من in فبقوله هل هو موجود هل يعني دي معناها ايه هل هو in هل هو موجود جوها هل هو موجود في في ال variable ده فهقوله if كلمة course in x print course is found the first time اكتب لي كلمة كلمة course اتواجدت من اول مرة else if هنا بديله if تانية بقوله else اعمل لي if لو ده ما حصلش اعمل لي if كلمة course in x print course is found the second type طبعا عايزك تاخد بالك من حاجة كلمة course دي مختلفة عن كلمة course دي مختلفة عن دي كلمة course دي capital انما دي small فهو متوقع ان هو في اول مرة ما يلاقيش لان انا كتب له هنا course capital وهي اصلا small ومتوقع ان تانية مرة يلاقي لان كلمة course فعلا موجودة في ال x ب small ب small c تمام فانا قلت له if لو الشرط ده متحققش else حطي حطي if شرط تاني لو الشرط التاني ده else بقى برينت كورس كورس فاوند يبقى انا قلت له if else if اديني f تانية course in x اعمل لي كزا do كزا اعمل لي برينت is found the second time else بقى الف التانية ده مش صح برينت no course found تعال نرن وانت متوقع يتلى لك ايه؟ متوقع يتلى لك تاني واحدة تاني شرط تاني if if print course is found the second time تعال نرن if course in x print course is found the first time else if else انا هقول له مش موجودة يبقى اديني افة تانية course in x print course is found second time else بقى كل ده هو print no course found تعال نرن اهو course is found the second time اللي هي الشرط التاني اللي كانت else if اللي هي else بعد الاولانية فبديله افة تانية ده مفهوم الف والالس والاس والالس اف بيه حاجات تانية كتير مش هنتطلق اليها لان احنا فعلا مش هنحتاجها وانا مش هزا تشدمات بحاجات وخلاص انا عايز تاخد اللي انا محتاجه وحلقة بسيطة وسهلة اتمنى تكون وصلت لك المعلومة شكرا شوفكم الحلقة جاية وسلام عليكم شكرا